موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام بعد أشهر من الانسداد السياسي الكردي الكردي تحاول الأمم المتحدة كسر الجليد بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكرد الساني والحزب الديمقراطي الكرد الساني فهل تنجح في تحقيق ذلك؟ الحوار بين الأحزاب الكردية برعاية أممية هو موضوع برنامج بالعراق لهذا اليوم اشتركوا في القناة نبدأ حلقتنا بهذا التقرير الذي يسلط الضوء على اجتماع الأحزاب الكردية الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة أربيل ومدى نجاحه في إحداث انفراجة نسبية في الأزمة الكردية عبر جمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة لأول مرة منذ ما يزيد على عام كامل حيث اتفق المجتمعون على تشكيل رجال مشتركة لمتابعة القضايا الخلافية وصفته بالفرصة حسنة التوقيت لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا بما في ذلك الحاجة إلى الابتعاد عن السياسات الخلافية في إقليم كردستان هذا ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة إلى العراق تعقيبا على لقاء رؤساء وكبار ممثلي الأحزاب السياسية الكردية برعاية أممية في أربيل آمال كبيرة علقت على هذا الاجتماع للخروج بالشأن الكردي من حلقة الاختلاف الذي ترك آثاره بشكل جلي على العديد من الملفات الكردية الداخلية أحدث الاجتماع اختراقا للقطيعة بين الأحزاب الكردية والتي امتدت على مدى أكثر من عام ملفات عديدة طرحت على طاولة النقاش أهمها تطبيع العلاقة بين أربيل والسليمانية أو ما يعرف كرديا بغياب الإدارة الموحدة وإعادة ترتيب الملفات الكردية الداخلية خاصة ما يتعلق بإدارة وآليات الحكم في إقليم كردستان وإجراء الانتخابات وفق اشتراطات جديدة نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نرى أن أول خطوة لإجراء مباحثات جدية هو إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وكذلك إجراء الانتخابات وتعديل قانونها والخلاف ما يزال مستمرا حول هذه النقاط وهو ما أدى إلى تعطيل البرلمان طيلة الفترة الماضية لم يتطرق الاجتماع إلى العلاقة مع بغداد والاستحقاقات الدستورية المعطلة واقتصر على مناقشة الشأن الكردي حصرا في حين ترى أطراف كردية أن استقرار الوضع في إقليم كردستان ستكون له مردوداته الإيجابية على علاقة أربيل ببغداد هذه الأطراف تعتقد أن أي تجاوز كردي للخلافات الداخلية سيدفع الكرد إلى التوجه إلى بغداد بموقف موحد خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية المعطلة كانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء عن الكتلة الأكبر اختيار مقر بعثة الأمم المتحدة في أربيل لعقد الاجتماع له دلالة تتعدى دور الأمم المتحدة في الدعوة لهذا الاجتماع إلى اعتبار هذا المكان أرضا محايدة ترضي جميع الأطراف المختلفة يوسف الحسيني الحرة أربيل نضم إلينا لنقاش هذا الموضوع من أربيل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري ومن السليمانية عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ومن دهوك الباحث والكاتب سامان نوح مرحبا بكم جميعا ضيوف الأكارم أبدأ معك سيد عبد السلام هل استطاعت الأمم المتحدة أن تكسر الجليد فعلا على الأقل من خلال اتفاق على تشكيل لجنة لإدارة هذه الملفات الخلافية نعم تحيير لك تحيير الأخوات والمشاهدين وضيوفك أرجو أن أبدأ بملاحظة أرجو أن يتسع صدرك لها الحرة بالنسبة لقناة معتبرة جدا وللأسف الشديد أنا مع احترامي الشديد للأخوة أستاذ غياث أستاذ سامان أثنائهم أصدقائي أعرفهم وأقدرهم ولكن لما يقال لي أضيف فلان والفلاني وأفاجأ بضيوف آخرين هذا من لم ألمسوا للحرة أرجو أن تقبلها مني نحن لسنا في مناظرة سيد عبد السلام نحن في فسحة للاستماع لجميع الأراء وحضرتك أيضا لديك واسع النظر وواسع البال لذلك تفضل سيد عبد السلام لا لا أنا طرقت إلى نقطة أخرى على كل أنا إنسان صريحة لا أخلي شيء أقولها بصراحة عذرني إذا ما كانت نرجع لموضوعنا أنا شخصيا عندي رؤية خاصة وخلي تكون رؤية شخصية رؤية عبد السلام لا تحسبوها على رؤية الحزب لأن سكرتير الحزب الدمقادة الكردساني كان حاضر في هذا الاجتماع ولكن أنا شخصيا أنا أعتقد أن الأمور بين الأحزاب الكردسية لم تصل إلى ذلك الحاد التي يتوجب أن تدخل الأمم المتحدة هذه أولا ثانيا مع احترامي الشديد للسيدة ممثلة الأمم المتحدة أو رئيسة مكتب يونامي أنا أعتقد أن هذا مواجبها والشيء الثاني هي أصلا لا أعتقد أنه لديها الصورة الواضحة عن العلاقات بين أحزاب الكردسيين والخلافات هي كأي بعثة دبلوماسية تزور دوريا كل الأحزاب وكل الأطراف ولديها فريق يترجم لها ما ينشر في الصحف المحلية وتبني صورتها على الأحزاب وعلاقتها من خلال هذا النشاط وهذا لا يكفي البرء يحتاج إلى أن يفهم الواقع في كردستان أن يفهم الواقع الجغرافي الرؤى ما يدفع التاريخ العلاقات إلى آخره هذه أولا ثانيا شيء ثالث في تقريركم لماذا سدوا كأنه الأحزاب الكردستانية عاجزة عن تلتقي ولقاء المتحدة هو اللي ألقاها هذا مصحيح قبل هذا اللقاء بأسبوع زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة سيدنا شيرفان برزاني نائب رئيس الحزب الاتحاد الوطني ثم زار بقية الأحزاب أيضا وتولدت أجواء في كردستان في الحقيقة أجواء أزالت هذا القلق والشعور رغم ذلك لم يتم الوصول نتائج السبية الذي كان موجود فعلا إذا دخلت الأمم المتحدة كميسر وفق بعض الأطراف أيضا لا لا أبدا في الداخل الكردستاني لا ضايرة في ذلك على كل حال سنستخدم في نقاش ذلك سيد عبد السلام دعني أسأل سيد غير خلي أكمل بس خلي أكمل لا 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 تعفو 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 إلى النتائج تعفو إلى ضرورة التهيئة للقاء قمة بين الأحزاب الكردستانية سأعود لك سلام ونحن سنجد عادي نقاشا بعد قليل دعني فقط أستفسر سيد غياث عن مدى التفاؤل حتى الآن بالوصول إلى تفاهم في مسألة الاتفاق على رئيس قادم للعراق أو التجديد لبرهام صالح سيد غياث نعم طبعا أنا متفائل بأنه سوف نصل للحل يعني نحن في الارحاد الوطن الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني كحزمان رئيسيان في أقليم كردستان يعني كما سمعت أو شاهدت من تقريركم بالمقدمة نعم منذ أول جلسة البرلمان قبل ثمانية وتسعة تشهر صار يعني انقسام وتشاضي بين الأحزاب الكردية المشاركة في حكومة بغداد وخاصة بيننا وبين الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ولحد الأيام الماضية لم يكن هناك أي تواصل وأي حوار وأي مناقشة فيما بيننا بل هناك كان حرب أعلامي وكان هناك تصعيد أعلامي وهناك كسر العظم وإلى آخره مع شديد الأسف لكن في الأولى الأخيرة يعني في خلال هالسبوعين الماضيين كما تعلمون يعني جرت اجتماعين بيننا وبينهم وبين الأخوة في حزب الديمقراطي الكردستاني مع الأحزاب الأخرى كقيادات في سليمانيا طبعا كل الصراحة نحن وصلنا للقناعة نحن كاتحاد الوطني والأخوة في البارتي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه ليس لدينا لا مفر ولا حل إلا الوصول للحل لأن كلنا لم نستطيع مثلا يكون لنا دور هام أو في بغداد طبعا في حكومة بغداد وكذلك لم يستطيع حزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة أقليم كردستان بدون اتحاد وطني كردستاني وعكسها صحية فلذلك أنا أبارك وأهن وأثمن مبادرة الأخوة في حزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة الشخص السيد نيشي فان بارزاني هيئة أرضية لنتفاهم ونتحاور للوصول للحل طبعا أول اجتماع جرت مع الأخ الرئيس الاتحاد وطني كردستاني بابل طالباني كان أستطيع أقول اجتماع تمهيدية وودية لفتح باب الحوار والمناقشات لكن ثاني الاجتماع نعم قررت أو قرروا الحزبين بتشكيل لجان أو لجنتين على مستوى المكتب السياسي يعني مكتبين السياسي من الأخوة في الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كردستاني لكن دائما اليوم المزيد من الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي والقلوات الفضائية سألوني بأنه هل باشرت للجان بعملهم أنا من موصل لكن حاليا في سليمانيا كما تعلمون لدينا فعاليات ملتقى إتحاد وطني كردستاني والجميع القادة والأعضاء المكتب السياسي ورئيس الإتحاد كانوا معنا مشارك في هذه الملتقة في هذا الملتقة فأنا ليس أوضح لكم بأنه سمعت أو شاهدت أو أحد قال لي إذن لم تنعقب نعم أنا تباشرة سألتم إن شاء الله اللجان سوف تباشر بعملها بعد الملتقة كما أسلفت الغدا ننتهي الملتقة لكن بعد غدا أو بعد دهوز لدينا ذكرى تأسيس أو مرور 47 سنة على تأسيس إتحاد الوطني كردستاني فهي الاحتفالية عامة بالنسبة لها وصلت في جميع المحافظات وصلت بعد واحد من الشهر السادس وصلت فكرة سنعود لإسكمال النقاش في ذلك ابقوا معي ضيوف الأكارم دعونا ننتقل وإياكم إلى استطلاع الشارع الكردي حول ما يريده المواطن من الأحزاب الكردية نحن نتمنى من السيد مسعود والمخالفين أن يكونوا كتلة واحد أو يد واحد حتى العراق كله يصير واحد من المضطرض أن تركن الأحزاب الكردية إلى الحوار والتفاهم بدلا من استخدام الخطاب الإعلامي المثير للخلاف بس كلام عدوم بس حتي عدوم ما عدوم شي يعني حتى الناس تقول إيه والله ذو الأحزاب اليوم بس الخلافات على المناصب ومسائل المادية نعتقد أن تدخل الأممي مهم في هذه المرحلة لتلافي توسع الخلافات أكثر بين الجميع اختلاف مصالع هذه الأحزاب ارتباطاتهم الإقليمية ارتباطاتهم حتى داخل العملية السياسية في العراق هذه الاختلافات ستنعكس على هذه الاجتماعات التي ترأسه السيدة بلاسخار أريد الشغل وريد البانزيني نزلوا مال يتكشف من الأحزاب ماذا نشغل فينا الشغل والعمل والأموال موجود الشعب ترمل أعوذي لضيوفي لإسكمال النقاش أنتقل إليك سيد سمان نوح هذا الاستطلاع كان يعبر بصراحة عن مستوى ملل المواطن الكردي من الخلافات بين الحزبين هل يستشعر ذلك لدى القطبين الرئيسيين الكرديين شكرا لكم على الاستضافة تحية للأستاذين الكريمين إلى هذا اللحظة الحزبان الكرديين إلى حد كبير لا يعيان خطورة الوضع في إقليم كردستان والتطورات الإقليمية والمحلية وهم يتصرفون ويتحركون منذ سنوات بعيدا عن رؤية ومطالب الشارع الكردي أستطيع أن نقول هناك خلافات كبيرة بين الحزبين حتى عندما كان قبل 20 سنة أو 15 سنة عندما كان هناك اتفاق استراتيجي واتفاقات أخرى ثانوية بين الطرفين كانت الخلافات كبيرة الآن بعد السنوات وبعد أن تلاشى وجود الاتفاق الاستراتيجي الخلافات تعمقت وأصبحت خلافات تتعلق بالملفات الإدارية والملفات الاقتصادية وحتى بعض الملفات الأمنية إضافة للخلافات السياسية التي قد تكون طبيعية بين القوى السياسية الخلافات الكردية كبيرة جدا وعميقة وباتت تشكل ضغطا على المواطن الكردي هناك نوع من التراجع الاقتصادي وهناك نوع من المشاكل تعلق بتوزيع الرواتب خاصة في منطقة السليمانية ورغم أن أسعار النفط وصلت إلى 115 دولار هناك مشاكل إدارية الإدارتان نستطيع أن نتحدث عن وجود إدارتين على أرض الواقع في كردستان الإدارتان تعمقتها مقاتم ما قبل 15 سنة هناك مشاكل تتعلق بإدارة ملف العوائد النفطية وعوائد المعابر الحلودية وكل يتهم الطرف الآخر بأنه يستحوث على هذه الأموال بالتالي المشاكل أصبحت كبيرة جدا والآن تدخلت الأمم المتحدة لديها طبعا أهداف محددة للتدخل هذا ربما على رأسها أن توحيد الخطاب الكردي وتوحيد الموقف السياسي الكردي مهم بالنسبة لها لأن الكرد هم أقرب الأطراف إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي ويريدون أن يكون موحدين في بغداد الحزبين الرئيسيين مع مبادرة الأمم المتحدة وأيضا التعبير عن النية كما أشار إلى ذلك الضيوف قبل قليل من أجل الوصول لحل هذه الخلافات ألا يعبر عن مستوى من التعاطي الإيجابي مع هموم هذا الشارع التي ذكرتها للتو هذا التعبير إذا بدأت الخوة الكردية بالتحرك بشكل جدي على أرض الواقع أنا منذ 15 سنة على أقل تقدير سمعت بوجود ثلاثة مراحل من الإصلاحات في أقليم كردستان لم يتحقق شيء على أرض الواقع في آخر مشاريع للإصلاح كانت يجي الحديث عنها في 2017 و2012 لم تتحقق حتى في هذا الحوار القائم الآن بين الحزبين الحوار لم يبدأ فقط تم كسر الجمود برعاية الأمم المتحدة وقبلها بمشروع أو ببادرة من رئيس الأقليم الذي تحرك وذهب إلى السليمانية من أجل كسر الجمود لكن واقعا على أرض واقع لم يجري حوار جدي للبحث في كل هذه المشاكل العميقة سواء الاقتصادية والإدارية أو السياسية وما إلى ذلك من مشاكل أصبحت تثق بالشارع الكردي بالتالي لم يبدأ حوار جدي بين الطرفين الكل ينتظر هذا الحوار الممم المتحدة تدخلت لأنها تبحث عن توحيد الكتاب الكردي خاصة في بغداد من أجل أن يكون لديها تأثير أكبر في بغداد الآن يفترض خلال الأسبوع المقبل أن تبدأ الحوارات بين الطرفين لكن أنا شخصيا وفق الرؤى الحزبية الحالية ووفق المعطيات الأولية المتوفرة أستبعد الوصول إلى اتفاقات ربما سيكون هناك توافق على بعض الملفات من أجل تجاوز المرحلة الحالية لكن اتفاق شامل يعيد القوة إلى أقليم كردستان كما كنا نتحدث عن وجود عراق آخر عراق أقليم كردستان الآن الأقليم كردستان الخلافات السياسية الخلافات الإدارية الخلافات حتى الاقتصادية حتى مستوى وصلت الفكرة أفضل بكثير من مستوى المعيشة في بغداد وفي باقي المناطق لكن يظل هناك تراجع في كل هذه الملفات وتحتاج إلى حوار حقيقي هذا حوار غير موجود وصلت الفكرة بعد المبادرة الرئيس بارزاني كان يفترض أن تكون الأجواء أفضل إيجابية خاصة في ملف رئيس الجمهورية الذي يعود مدخلاً بأجل معالج المشاكل الأخرى تفاجأنا كمواطنين ومراقبين أن الحزب الديمقراطي يقول أننا لن نغير مرشحنا والمرشح ثابت بالنسبة لنا وصلت الفكرة سيد سامان أنهم يحاولون الفوج بهذا الموقع سامان نوح غياث السورجي وعبد السلام مرواري ابقوا معنا سنستكمل النقاش بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام بعد الفاصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يصرح أن حزبه سيعيد توازن القوى إلى إقليم كردستان لا تذهبوا بعيداً أهلاً بكم من جديد سمى ملتقى الاتحاد الوطني بافل طالباني نجل الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني رئيساً للحزب منهياً بذلك صفحة الرئاسة المشتركة للحزب بين بافل طالباني ولهور جينكي وبعد المؤتمر الرابع للحزب بافل صرح بعد انتخابه بما يلي ترجمة نانسي قنقر أعود إلى ضيوفي لاستكمال النقاش عبد السلام برواري من أربيل من السليمانية غياث السورجي ومن دهوك سمان نوح مرحبا بكم مجدداً سيد عبد السلام هل باعتقادك الآن هناك إصرار رغم المرونة من كل طرف أي من الاتحاد من جهة ومن الديمقراطي من جهة على موقف كل منهما فيما يتعلق بترشيح رئيس للعراق يعني أنا كلمة إصرار الحقيقة لا أصف بها أنا أدخل في حوارات كثيرة في القنوات العراقية حول هذا الموضوع وهم يعصفون بالخلافات الكردية حول منصب رئيس الجمهورية نحن في كردستان نمارس التعددية الحزبية منذ 1992 وفي 2018 كان هناك مرشحان من الحزب الديمقراطي الكردستاني أستاذ فاتح حسين ومن الاتحاد الوطني الدكتور برهام صالح فاز الدكتور برهام صالح بالتصويت أول من هنأه كان المكتب السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني بمعنى وجود أكثر من مرشح هذه الدورة ليس سيئا جديدا وليس مخالفا للدستور الدستور يعطي الحق لكل مواطن عراقي حسب الشروط الأربعة أن يرشح نفسه وهناك 30 مرشح الذي حدث هو هذا الخلاف في الرؤية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أنا أعتقد أن اليوم استمعت حتى إلى سكرتير الاتحاد الإسلامي أيضا معظم الأحزاب الكردستانية متفقة على أن هذا المنصب حسب العرف السياسي المتبع في العراق من نصيب الكرد وليس من نصيب لا الديمقراطي الكردستاني ولا الاتحاد الوطني لذلك من الأفضل أن يشتمع الكرد وهو ما دعا إليه طبعا رئيس الأقليم لكن لم يستمع يتجاوب معه أحد خلال الانتخابات وبعد الانتخابات لكن على ذكر العرف بناء على بناء على مبدأ العرف السياسي يعني يفترض بأن الاتحاد من يجب أن يرشح أو أن يعيد ترشح من يراه مناسبا إذا انطلقنا من العرف حبيبي العرف كان في 2007 هناك الاتفاق الاستراتيجي بين حزب النقاط الكردستاني الاتحاد الوطني يتكون من أربع نقاط أن أعلى منصب يحصل عليه الكرد في بغداد يكون من نصيب الاتحاد الوطني وتكريما طبعا كان لنظال وعمر الطويل للمرحوم مام جلال مع ذلك يقوم الاتحاد الوطني بدعم مرشح الحزب الديمقاطي الكردستاني لمنصب رئيس الأقليم الذي كان ينتخب مباشرة من الشعب ثالثا ننزل نحن الحزبين بقائمة واحدة كما نزلنا قبلها في اتخابات المجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ونترك مجالس المحافظات ومجالس البلدية لملافذة الحزبية الرابع كان أن نجعل رئاسة مجلس وزارة ورئاسة برلمان دورية بمعنى الحزب الفائز في الانتخابات حسب قانوننا الانتخابي يشكل الحكومة يستلم الحزب الآخر رئاسة برلمان بعد سنتين يتم التبديل وهذا ما جرينا عليه إلى 2014 في 2014 قرر الاتحاد الوطني أن ينزل بقائمة موحدة منفصلة هذا أول يعني انهاء الاتفاق شيء الثاني تعاون مع حزب التغيير في دعوة لانتخاب رئيس الاخليم داخل البرلمان لا خارجه وهذا أيضا كان إخلال بالشرط ولذلك انتهى هذا اللي أسمع دائما أنه هو بالعرف من نصيب الاتحاد الوطني كان نتيجة الاتفاقية الاتفاقية ما بقت هاي واحدة شيء الثاني أنا أسمع يعني هو يقولون الديمقراطي يحتكر السلطة في الاقليم حبيبي قانوننا يقول الفائز بالانتخابة يشكل الحكومة هذا مو احتكار رئيس الاقليم ينتخب من داخل البرلمان كردستان بالمناسبة سيدنا شيرفان بارزاني انتخب بسبعين بالمئة من الأصوات والتي أخوة في الاتحاد الوطني لم يصوتوا له لم نقلب الدنيا وهذه منافسة شرحية وصلت يعني ماكو مو اتفاق يعني لم نستحوذ على المناصب لكن هذا هو القانون سيد غياث يتهم الاتحاد بأنه يعني يواجه تشضيا في الزعامات أيضا شق وحدة الصف الكردي دعنا نقول تجاه المسائل التي يفترض أنها كانت مسائل تفاهمية في السابق وضرب أيضا سيد عبد السلام مثلا بالعودة عن الاتفاق الاستراتيجي الذي يوقع ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي كيف ترد؟ نعم طبعا اتفاق استراتيجي أبرمت بين الأخ مسحود البارزاني والمرحوم عن جلال نعم لا نحن ولا هم لا يعملون بها لكن اتفاق ساري لأن وبقى القوانين العراقية كل عقد يتم فسخها أو طالها برضى الطرفين هذه موجودة وثانيا أنا مع الشديد الأسف لم أسمع كلام ضيوفكم يعني بس يعني الصوت غير واضح لكن سمعت من الأخ كاكس آمان أعتقد قال بأنه كردستان تتعاني من أزمات اقتصادية ومالية وأمنية وخدمية وإلى آخره لكن كاكس آمان أنت عايش في كردستان ونحن في كردستان أنا لا أدافا لحكومة أقليم كردستان نعم أنا مشارك فيها كحزبي مشارك في أقليم كردستان لكن إذا تلجي على الواقع أقليم كردستان بعد نظام يعني في أبانا نظام البائد تم تدميرها جميع قراءها نواحيها واغذيتها يعني كان كلها متروكة لكن حاليا إذا تقارن المدن الكردية مع المدن الأخرى في المركز يعني القاسي والدان يشهد بأنه التطور والإعمار والإزدهار في أقليم كردستان أحسن وأفضل بألف مرة من المدن الأراقية الأخرى وثانيا طبعا كاك عبد السلام حسب اعتقادي قال بأنه الاتحاد خرقت الاتفاقية استراتيجية فيما بيننا حتى لو مثلا لم يبقى أي اتفاقية استراتيجية أنا أسأل الأستاذ عبد السلام أنتم في أقليم كردستان لديكم رئيس الأقليم ورئيس الحكومة نعم رئيس البرلمان من أدنى لكن جميع أغلبية المقاعد في البرلمان كردستان يعني بيدكم أي قرار لا يمرر إذا لا تصوتوا عليها لأن حصلت على 45 مقعدا وسويت لكم داعش مقعدا من أساس كوتا للأخوة المسيحين والتركمان والأرمن وهذا جميعهم من كوادركم يعني منذ يعني 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 منذ تأسيس برلمان الكردستاني حتى هذه اللحظة لم أرى بأن أحد منها أولاء الأخوة من أخوة التركمان والمسيحين والأرمن لم يصوتوا ضد حزب الديمقراطي الكردستاني والجميع منالوا على أصوات في مناطق بعيدة من المناطق السكناء الأخوة التركمان والمسيحين يعني أجيب لك مثال يعني لدينا أخوة من القومية التركمانية هي حاليا نائبة عن برلمان جابت أصوات من منطقة بالك من منطقة شومان وحاج عمران على حدود الإيرانية يعني وين أكو تركمان في هذه المناطق وحتى في محافظة موصل ومحافظة أخرى للجميع نحن نمضي للتفاهم والتحاور لم أريد أفتح الملفات مع الأخوة عبد السلام طيب وصلت الفكرة وصلت الفكرة ومن الواضح أن أتكلم على هذه المواضيع السابقة قد يتعليق على ما تفضلت به سأعود إليك سنعود للاستجلاء ذلك أكثر سيد سامان هذا تعبير واضح عن وجهتين نظر وعن خلافات بعضها يعبر عنه حتى بطرق أكثر صعوبة بين الاتحاد وديمقراطي هل من الواجب حل كل هذه الخلافات دفعة واحدة لحل مشاكل كردستان وإعطاء أيضا أثر إيجابي لحل مشاكل في عموم العراق أم هذه المشاكل تحل مرحليا بالتدريج بالتأكيد هذه تتطلب عدة مراحل من أجل حل ربما المدخل في التفاهم على منصب رئيس الجمهورية وهو قد يتطلب فقط نصف ساعة من الحوار بين الطرفين والاتفاق على نوع من تنازلات سواء قدم هذا الطرف أو ذاك الطرف تنازلا أو الذهاب إلى مرشح تسري هذا مدخل أما الإشكالات الحقيقية في إقليم كورسان تتمثل ببنية الإقليم التي لم تعد كالسابق هناك حتى في هيكلية الأحزاب هناك ضعف في هيكلية الأحزاب الاتحاد الوطني يعاني من مشاكل كبيرة الحزب الديمقراطي حتى الحزب الديمقراطي مثلا لم يقوم بإنجاز مؤتمره الحزبي منذ سنتين أو أكثر بالتالي هناك مشاكل حزبية وهناك مشاكل إدارية عميقة وهناك مشاكل اقتصادية وحتى في مسألة العمران الأستاذ تحدث عن تطورات كبيرة في العمران ولا أحد ينفي هذا الشيء لكن في ذات الوقت هناك مشاكل مثلا في توزيع الرواتب هناك مشاكل في الخدمات هناك مشاكل في البنية الخدمية أيضا هناك مشاكل في المؤسسات مؤسسات الأقليم باتت ضعيفة جدا هناك مشاكل في مسألة النقابات النقابات في كونسان لم تكن بمؤتمراتها الانتخابية منذ سنوات بعيدة هناك مشكلة في البرلمان البرلمان لا وجودة له على أرض الواقع ضعيف جدا منذ ثلاثة أشهر لم يعقل جلسة واحدة يعني بالتالي فقد البرلمان قد ونحن نتحدث عن تأثير سياسي انطلاقا من البرلمان. كيف لا وجودها سيد سامان؟ التأثير على سبيل المثال. البرلمان يقود عملية الحوار باعتبار يجمع كل أطراف. ولا استطيع الاجتماع منذ أشهر. وهو في كل سنتين الماضيتين لم يستطع عقد جلسات قادرة على البحث في المشاكل الأساسية في إقليم كردستان. الآن لدينا لائحة من المشاكل الرئيسية التي تطلب في المرحلة الأولى حسمها قبل البحث في المشاكل العميقة التي ربما تحتاج إلى سنوات الحال. أول شيء إجراء الانتخابات أو وضع قانون الانتخابات. قانون جديد الانتخابات وهذا لم يحصل. هناك خلاف من الطرفين حول هذا. لم يحصل حوار جديد من أجل حل هذه المشكلة. أيضا إحياء مفوضية الانتخابات. المفوضية الموجودة الآن منتهية الصلاحية. ويجب التجديد لها وتعيين أعضاء من المساحبين منها أو من لم يبقوا موجودين فيها. بالتالي هناك مشاكل أيضا تتعلق بقانون الانتخابات. وهو موضوع معقد وحساس جدا. وهناك خلاف عميق حولها. لا تبدو أي مسألة من هذه المسائل التي تفضلت بذكرها. ولا التي ذكرها الضيوف. لا تبدو أي مسألة من كل هذه المسائل غير معقدة. على كل حال سنعود لاستكمال النقاش. ابقوا معي ضيوف الأكار. مشاهدينها بعد الفاصل. آفاق الحوار بين الحزبين الرئيسي ييم في إقليم كردستان. نناقشها بعد قليل. أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من بالعراقي. قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو. إن الحراكة السياسية الجارية بين الحزبين. الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي. ويسير بشكل جدي. حيث شهد الأسبوع الماضي عقد ثلاث اجتماعات بين الطرفين. خوشناو أضاف أن الاجتماعات ناقشت العلاقة بين الطرفين والانتخابات البرلمانية وإدارة الحكم. رئاسة الجمهورية يجب أن تكون في الفضاء الوطني. لا في المطابخ السياسية. والمشرع العراقي في الدستور أيضا ذهب إلى هذا الموضوع. عندما وضع الثلاثين لانتخاب الرئيس. أعطى إشارة بأن رئيس الجمهوري انتخاب في الفضاء الوطني. لذلك نحن لسنا مصرين على برهم صالح. وإنما حريصين على هذه المؤسسة الدستورية الكبيرة كالرئاسة الجمهورية. يجب أن تحظى وتترأس من قبل شخصية كبرهم صالح. كل شيء قابل للحوار. لكن بعيدا عن المكتسبات. بعيدا عن الفضاء الوطني. لا نريد أن نمزج الفضاء الوطني بمطابخ السياسية من أجل حصول على بعض المكتسبات. كما أسلفت حضرتك قضايا الحصول الطاقة. نحن لدينا حضور جغرافي كبير في قليم كردوسان والعراق. حزب مؤثر الاتحاد الوطني. نتعامل مع الآخرين وفق التوازنات السياسية. في غياب التوازنات السياسية بالتأكيد. سيكون هناك إنسدات سياسية كما هو الآن موجود في قليم كردوسان وفي الآراق. أعود لضيوفي سيد عبد السلام. استمعت إلى ما قاله ضيوف قبل قليل. واستمعت إلى ما قاله الاتحاد أيضا. وما يصرح به على أكثر من مستوى. فهي إما أن تكون استحقاقا بالكامل. ولا يعمل بالعرف. والديمقراطي مستعد لقبول ذلك. ليس فقط في مسألة رئاسة العراق. وإنما أيضا في المسائل المعقدة الأخرى التي واجهها الإقليم. أو أن لا تكون. أليس كذلك؟ نعم. صحيح. 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 أولا أنا أريد أن أبدأ بشيء واحد. أستاذ سامان أرجوك. رحم الله وعرف نفسه وفقدرها حق قدرها. أعذرني. يعني معقولة كلمة على الحزبين أن يعي لا يعيان حزب عمره 45 سنة. حزب عمره 76 سنة. يضم عناصر أكثر من عمري وعمرك بالنضال. أنا وياك نعي. هما ما ينعيون. إذا عندنا نقل. إذا عندنا رأي آخر. ما يخالف. لكن لازم نحترم المقابل حتى نحترم. هذه وحدة. وأتصور معظم ما قاله الأخ سامان. يبدو أنه لا يعيش في كردستان. يعني هذه المشاكل غير موجودة. هذه ليست أزمار يناقشها الطرفان. تسمح لي. وصفة. أه. 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 تسمح لي. أولا الصورة السودوية التي وصفها لأقليم كردستان. أنا ما أدري أين شايفها. الشيء الثاني. هذا الطرح للمواضيع. وكأنها خلافات وأنه مشاكل. أخوان. نحن في كردستان لدينا 44 حزب. بالتأكيد كل حزب عند رؤية مختلفة. هذا ما يعني خلاف. هذا ما يعني أزمة. هذا ما يعني شيء سلبي. أنا نظرك كأشيء إيجابي. نحن والاتحاد نتحمل مسؤولية إدارة هذا الأقليم. نحن ندينه لأرواح الشهداء الذين ستشهدوا وكانوا أعضاء في حزبينا لكي نوصل الأقليم إلى هذه المرحلة. يقال على الاستحواذ إذا تسمحني أن أمطيك أرقام. أنا خريج رياضيات قبل أن أكون كل شيء. أحب الأرقام. اتحاد الوطني حسب مقالة استاذ غياث أيضا. عندها حوالي 22% من مقاعد البرلمان. الديمقراطي الكردستاني عندها حوالي 45%. تعرف لما شكلت الوزارة رئيسة البرلمان من الاتحاد الوطني. نائب رئيس الوزراء. الذي هو عضو في هيئة العليا للطاقة. من الاتحاد الوطني. وفي الدورة السابقة أيضا. أعطي صلاحيات رئيس الوزراء. في أكثر من ملف هو ينفرد بها بدون أن يرجع إلى رئيس الوزراء. نائب رئيس الأقليم موجود. شوف. الحزب الديمقراطي الكردستاني عندها سبع وزارات. هو نسبة الانتخابية ضعفين الاتحاد. عندها سبع وزارات. الاتحاد الوطني عندها خمس وزارات. لاحظ. وين؟ وزارة السيادية. وزارة الدفاع. وزارة التخطيط. وزارة الزراعة. وزارة الإعمار. وزارة التعليم العالي. إذن هناك فرق بين الخطاب الذي نطرحه فيه كردستان. لكي نكسب جماهير. هذا مشروع. ونحاول نستغل الأرقاب. لكن الوقايع شيء آخر. أنا احترامي الشديد للأخ بافل. لما قال سنطرح مرشحين في الانتخابات المقبلة. رئاسة الأقليم ورئاسة الوزراء. رئاسة الأقليم حكم الطبيعي. لأن في قانونها. الرقم 1 ديسانة 2005. يحق لأي شخص حزب شروط مثل العراق. يرشع نفسه. رئاسة الوزراء محسومة في قانون رقم 3 ديسانة 1992 معدل. قانون مجلس الوزراء. والقانون رقم 1 ديسانة 1992 معدل. قانون مجلس النواب. يقول يتكل الفائز في الانتخابات. لا مثل العراق. مثل كل العالم. القائمة الفائزة في الانتخابات تشكل الحكومة. بمعنى وأتمنى أنا من كل قلبي. إذا الاتحاد الوطني فاز بالانتخابات المقبلة. سيكون له مرشح ليكلم في تشكيل الوزارة. ولن يكون له منافس. هذه مسائل ما يمكن لنا أن نتجاوزها. ما يخال عن خلافات وما وصفهها. فقط اسمح لي. الأستاذ محمود خشناو. وطلع. أقول الأستاذ محمود خشناو. كادر حزبي وصديقي العزيز. في قناتكم أيضا ملتقين عنه يا هوايا. ومطلع الأعضاء. هو ذكر أنه ثلاثة اجتماعات لحد الآن عقدت بين الحزبين. الأستاذ سامان يقول. عصلا الاجتماعات ما بادية. وأنا أعتقد لو عندنا وكت. كل النقاط التي ذكرها الأستاذ سامان. مع احترامي الشديد. وصلت الفكرة. لكن أيضا الحالة الإيجابية جدا التي تصفها سيد عبد السلام. وتقول حالة إيجابية. لا يمكن إلا أن ينظر فيها. لأنه إذا كانت الأمور بهذه الوردية. ما كانت لتكون هناك إدارتان عمليا على أرض الواقع. لا لا لا. أنا لم أقول الحالة وردية. أرجوك. أنا لم أقول ذلك. أنا قلت تعددية الحزبية. ووجود اختلاف الرؤية. ولا حتى الاختلاف الرؤية الحزبية طبيعي. أن تكون هناك إدارتان. سيد عبد السلام. على كل حال سأعود لك. داني أسأل سيد غياث هنا. هل أنتم مستعدون في حزب الاتحاد سيد غياث لتقديم حد الأقصى من المرونة؟ للنظر بواقعية إلى المشاكل الحقيقية والأزمات التي يمكن تفاديها. والتي يمكن حلها في إطار سياسي في هذه المرحلة؟ نعم طبعا نحن في اتحاد الوطن الكردستاني منذ أول يوم. أول جلسة للبرلمان. صرحنا بكل الوضوح بكل الشجاع أنه بأبوابنا مفتوحة لأي حوار والتفاهم بيننا وبين أي حزب. وخاصة مع الوخة في الاتحاد الوطن في الحزب الديمقراطي الكردستاني. بصراحة أنا لا أخفي شيء عنكم. أنا دائما صريح بمقابلاتي وكلامي. أنا وجهني أو مثلا قيادة اتحاد الوطن الكردستاني ليس فقط أنا جميع الإعلامين وجميع الكوادر الحزبية بأن نوقف الحملة الإعلامية على أخواننا في أحزاب الأخرى العربية والكردية. وخاصة وكرر وخاصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولذلك أنا لا أجاوب أستاذ عبد السلام. أعتذر. لكن في كل أحوال نحن أبوابنا مفتوحة. وأنا متفائل. سوف نصلي الحل لأن هناك إرادة أرى. هذا الحل انطلاق من ماذا؟ نعرف الإمكانية الموجودة سيد غياث. أنتم مصرون على إعادة ترشيح برهم صالح لمسألة الرئاسة. وهي المسألة المطروحة الآن على الطاولة بالدرجة الأولى. هذا الترشيح في مقابله يقول الديمقراطي. ويقول عراقيون آخرون. ويقول أكراد آخرون. دعوها تكون بالاستحقاق. نحن مستعدون للذهاب إلى التصويت. ما الذي تعوين عليه في الاتحاد؟. هل أنتم في المرونة مستعدون للتنازل حتى عن إعادة ترشيح برهم صالح؟. نعم. أنا لحد ما أجل استهدهاتكم في سليمانيا. كنت حاضر باجتماعات رفيع. لحد هذه اللحظة الاتحاد مصر وجات. ومتمسك بمرشحية السيد دكتور برهم أحمد صالح. والحزب الديمقراطي الكردستاني يعرف أو يعلم بأنه الاتحاد لم يتنازل على سيد دكتور برهم أحمد صالح. أنا قلت أن نثمن ونبارك مبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. لفتح باب الحوار. لذلك أستطيع أن أقول قد يجوز مرونة من حزب الديمقراطي الكردستاني أكثر من الاتحاد الوطني الكردستاني. وثانيا بكل صراحة نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نرى بأنه هذا المنصب من استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني. استحقاق انتخابي أو استحقاق عرفي؟ طبعا في الاتحاد الوطني الكردستاني هناك بالمئات أو بالألاف من قادة واستقاع عرفي واستحقاق. خلي عزيزي حزب الديمقراطي الكردستاني لا يتكلم معنا بلغة الأرقام. لا أريد أن أنزل التفاصيل وهذا. كما تفضل بي الأخ نسيت اسمه. الشخص المستقل. نعم هناك أقليم كردستان وهم تتضمن أربع محافظات. لكن تجي على واقع أقليم كردستان هناك منطقتين. نعم أستاذ سامن. آسف أستاذ سامن. منطقتين منطقة ذات نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني ومنطقة ثانية ذات نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني. لازم الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى بأنه في مقدمة البرنامج. أنا ذكرت بأنه لا يستطيع أن يدير إدارة أقليم كردستان بدون اتحاد الوطني كردستاني. وكذلك لا يكون لهم أتقل ليس فقط حزب الديمقراطي الكردستاني. أي حزب آخر في بغداد بدون اتحاد الوطني كردستاني. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. سيد سامن. دعني أعيد استخدام الكلمة المجديدة. وما أنها لم تعجب أستاذ عبد السلام قبل قليل. الوقت يضايقنا سيد غياث. عذرني حتى أن تقل فقط الأستاذ سامن. هي كلمة الإصرار. هل هذا الإصرار نابع من موقف آيديولوجي مثلا لدى حزب الاتحاد. أم هو نوع من المناكفة السياسية التي ترجع إلى سنوات وتاريخ طويل من الخلاف ما بين الحزبين. الاتحاد والديمقراطي. في جزئية الإصرار الإصار الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية. هو لا يملك حلا وبديا آخر غير الفوز بهذا المنصب. الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وحتى إدارية في قليل كردستان. من الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر وفق الشرعية البنلمانية على كل المناصب في قليل كردستان. باستثناء منصب رئيس البنلمان المعطل كما قلت منذ أشهر. بالتالي الاتحاد الوطني إذا خسر منصب رئيس الجمهورية في بغداد فإنه سيخسر رئيته الدبلوماسية والسياسية. وبالتالي سيكون وضعه الدبلوماسية والسياسية. وكأنه سيتم قطعه عن الدبلوماسية الدولية. سيتم قطعه عن حوارات الكبارة. الكبار سواء في المجتمع الدولي أو في بغداد بشكل خاص. بالتالي هو لا يمنق خيارا غير الاستمرار في المطالبة بهذا الموقع. ومحاولة الفوز به رغم أن أصواته أقل من أو المقاعد التي فاز بها أقل من مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني. الذي يعتبر أن المنصب استحقاق انتخابي لا باعتبار فاز بالقدر الأكبر من المقاعد. لكن هذا يتقاطع مع الواقع على الأرض. لأن هناك فعلا إدارتان في قليل كردستان. وكل طرف لا يستطيع الحكم بدون الشراكة مع الطرف الآخر. وربما مسلحة الطرفين في الاستمرار في الحكم هو الذي يمنعهما من التصادم في المرحلة الحالية. لذلك ما يتفقون على كل شيء. ملاحظة فقط بشأن الإنكار وجود المشاكل. المشاكل حتى قادة الحزبين يعترفان بوجودها. ويقولون صراحة أن المشاكل تعملت الأحد كبير. وآخر شيء تراجع عدد أصوات الحزبين التي كانوا يحصلون على 8% من أصوات الناخبين. وهو سياسية جديدة أخرى في الإقليم. سيد عبد السلام لدي دقيقة واحدة. لا الاتحاد بإمكانه أن يرحل عن الإقليم. ولا الديمقراطي بإمكانه. هذا قطبان رئيسيان في الإقليم. فهذا الاستحواذ الذي يتهم به الديمقراطي. يمكن أن يدفع عن نفسه بمستوى من المرونة. كما أشار إلى ذلك سيد غياث. في مسألة رئيس الجمهورية. لا أنا مسألة رئيس الجمهورية أرجوكم لا أرى فيها أي مشكلة. ولا ألوم الاتحاد الوطني. أنا أرجو أن نترك هذا الموضوع ونترك التصويت. هذه ليس مشكلة بالنسبة لي ولا خلاف. لهذا الماء الذي أتطرق ليش وصار كذا. الموضوع ليس هذا. موضوع ما يشاع بأن الحزب الدمقاء الكردستاني مسيطر. ويجب أن يكون مرن. والشعور الذي أسمع من الأخوة بالاتحاد الوطني. بأن يجب أن يعيدوا التوازن. أنا أشرحت لك بالأرقام أن التوازن موجود أكثر من استحقاقها. نحن نشعر بهذا الشيء. أنا قلت لك بالجواب السابق. نحن سوية نتحمل مسؤولية إدارة هذا الأقليم. وهذه سياستنا. وهذه سياست التحدي الوطني أيضا. لذلك حزبين يتنافسون. أكو اختلاف. أكو اختلاف. وكتصين خلافات لأن تبنى عليها. ونحن مجتمع شرق أوسطي. لا أكد أشرح لكم نظرات الاجتماعية والثقافية. ولكن بالنهاية. ليست هناك حالة تستدعي أن تأتي سيدة المبثلة للأمم المتحدة. تظهر وكأنها هي حمامة السلام التي فكت العقدة. العقدة فتفتة قبل أن تجيه. لدي عشر فرور معك. لكن سنة لم تلتقي قيادات الحزبين. هذه حالة طبيعية. في منطقة جغرافية جدا طيقة. وفي وضع سياسي يفترض أنه سهل بالنسبة لهما. عزيزي قبل اجتماع السيدة مع الأحزاب الكردية. قبل زيارة تحدثت عنها. قبل هذه زيارة. طبعا قبل اجتماعها. لكن انحل قبل أن تجيها. هذا يجب أن الأحداث متسلسلة. نزال كل الأحزاب في مكتبين السياسيين. وصلت الفكرة. وجاءت هي مني. وصلت الفكرة. واجتمعت بالأحزاب. لدي دقيقة للأستاذ غياث. سيد غياث. هل هناك حاجة لحوار أوسع؟. لأن هناك قوى كردية أخرى صاعدة. ولا تخفي أنها ملت من الخلافات بين القطبين الرئيسيين والاتحاد والديمقراطي. نحتاج إلى المزيد من التواصل والمزيد من الحوارات والتفاهمات. لأن مشاكلنا ليست فقط مشكلة رئاسة الجمهورية. بل في داخل أقليم كردستان لدينا المزيد من مشاكلات. لا أستطيع أن أقول مشاكل. أقول خلافات. فلذلك أنا أسلفت وسوف أكرر لكمها. يعني كل هذه الخلافات تراكمت بأنه ليس هناك إرادة جدية من كل الطرفين. أولا من أدنى وبعدين من الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني. لحل حلت هذه الخلافات. لكن أنا وأكرر لكم يا نعم. أنا حاليا أرى بأن هناك إرادة جدية صلبة لتجاوز هذه الخلافات. وصلت بكرة. وخاصة مشكلة رئاسة الجمهورية. لأن جميع العراقيين والأحزاب والكتل والحالفات السياسية ينظرون بأنه أو يقولون بأنه الكرد أصبح عائق أمام تشكيل الحكومة. وصلت الفكرة لدي عشرين ثانية سيد سامان. هل تعتقد بأنه رغم تعقد الخلاف. هناك إمكانية لعبور هذه المرحلة. ليس فقط مرحلة رئاسة الجمهورية. وإنما أيضا مرحلة الخلاف الذي كان قائما بشدة بين القطبين. نعم. هم الحزبان الكردين لا أمنوا كان غير الاتفاق من أجل توصل إلى تفاهمات مرحلية. لكن لن تكون حاسمة في المواضيع الإشكالية الكبيرة. هم سيتفقون في المرحلة الحالية على إطلاق حوارات. كما قلت. لم تنطلق الحوارات. كان هناك فقط اجتماعات بروتوكولية سريعة. لم تتجاوز ساعة قليلة. وبالتالي ننتظر الحوارات بأجي كمين طرفين. أشكرك الكاتب سامان نوح. كنت معنا من دهو. أعوض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي. والقيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام بروهاري من أربيل. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم يوم غد. وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.